تهيم أن بعض الأحزاب المتنفذة على سوق العملة من خلال المصارف التابعة لها الأمر الذي يتطلب جهد كبير لوقف تبيض الأموال ومواجهة المصارف المدعومة سياسيا تطلق والسياسية قبضتها على سعر صرف الدولار في السوق وتتحكم به من خلال المصارف التابعة لها فأزمة اختلاف السعرين الرسمي والموازي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية المشددة للسيطرة عليه غير أن هيمنة الأحزاب وتلاعبها بالعملة من قبل البنوك المملوكة لها حالت دون معالجات لمشكلة سعر الصرف طبعا يوجد كتل سياسية مهيمنة ومسيطرة على سوق الدولار وهذه الكتل همها الوحيد مصالحها وامتيازاتها نحن نتمتلك مواصفات المال العام نطالب من هيئة النزاة ومن الرقابة المالية ومن البنك المركزي السيطرة على الدولار ولا تبدو الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق في طريقها إلى الانحسار إذ يشهد الدولار إرباكا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض نتيجة ضعف الجهات الرقابية في مواجهة المصارف المدعومة سياسيا والتي تعمل بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج حتى الآن الوضع الاقتصادي منكمش بسبب ارتفاع سعر الدولار لا بيع ولا شراء وتخبط في هذه السياسة النقدية من قبل البنك المركز العراقي الصور أنها سياسة خاطئة وغير صحيحة ويطالب متابعون أن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة مافيات الفساد التي تقوم بتهريب العملة الصعبة واستهداف الاقتصاد الوطني وذلك من خلال وسائل وطرق ملتوية ويرى مراقبون أن سيطرة متنفذين على المصارف العراقية والدولار سبب أزمة اقتصادية للبلاد رغم الإجراءات الحكومية لخفض فرق التصريف زينب ستار قناة الرابعة بغداد